موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من مرنامج مقاصد نبحث فيها العلاقة بين العقيدة والأخلاق منطلقين من استقراء المنهج القرآني في بناء العقيدة الإسلامية وأثر هذه العقيدة على العبادات وعلى أخلاق المسلم هذا الموضوع نبحثه مع ضيفنا الدكتور وحيب عبد الرحمن خوج أستاذ العقيدة حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بكم يا مرحبا شرفتنا في قناة الرافدين بداية نريد أن نعرف منك ما عقيدة المسلم ما معنى عقيدة المسلم وما منزلة العقيدة في المجمل في البناء التشريعي أو في البناء الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد بالنسبة لإرتباط هذه الكلمة الوثيقة وهي موضوع العقيدة وهي مما بمدلولها اللفظ وتصريفها تدل على أن هناك عقد بين طرفين وهو عقد إما يكون عقدا لزوميا أو عقدا واجبا أو عقدا ينبني على الاختيار وهذا العقد هنا هو عقد لزومي فرضه الله عز وجل على عباده طبعا هذا المصطلح مصطلح متأخر أما في كتب السنة وفي كتاب الله عز وجل لا يوجد ما يدل على هذا اللفظ بالمراد الذي قصده المتأخرون كان يستدل عليه بالإيمان بالإيمان فلفظ من تصريف هذه الكلمة وهي العقيدة في كتاب الله عز وجل في ستة مماضع والمقصود بها أنها تحقيق عقد بين طرفين عقدة النكاح كما في سورة البقرة في موضعين ثم في النساء ثم في المائدة ثم في قوله الله عز وجل وحل العقدة من لسان على لسان موسى عليه السلام يفقه قولي وكذلك قبل آخر سورة من القرآن سورة الفرق من شر النفاثات في العقد وهي ما يدل على الميثاق والعقد وإن كان بدلالته هذا الأمر يدل على طرفين لأنه عقد بين طرف وآخر فهذا الأمر يستدل به على أن تحقيقهم بباب دلالة الإيمان وهو العقيدة وهو قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسان إذن هو أخذ ميثاق من الله عز وجل على بني آدم أن يعبدوا الله عز وجل وهذا ما أخذه الله سبحانه وتعالى على أنبيعه ما قاله الله عز وجل لنوح عليه السلام وليهود وليثمو وليصالح وليشعيب كل ذلك في سورة الأعراف أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيء ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هذا ما عناه الله عز وجل لفظا وتحقيقا في سورة الأعراف من لدن نوح عليه السلام إلى لدن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا فإذن العقيدة المراد بها هنا ما أقصده المتأخرون هو لفظ إيماني يراد به توثيق العلاقة ما بين الله عز وجل وما بين خلقه بما أخذه من الميثاق عليهم يوم كانوا ذرا في ظهر آدم عليه السلام وهذا ما يسمى بنداء الفطر طبعا الكل يسأل أين هذا الميثاق هو ما يسمى بنداء الفطر لذلك العقيدة اختلف فيها الطبائعيون وكذلك الدهريون وغيرهم فقالوا هذه العقيدة هي ما استدل به الناس من الفراغ الذي قد وجد عندهم من باب تعلقهم بالجمال وكذلك توثقهم بالجلال فلجأوا إلى ما قد استحسنه وجدانهم وما تعلق به بما أظهره جلال عليهم فتعلقوا به هذا أمر من أمور الأمر الآخر قالوا ما كان احتياجيا فما احتاجه الناس تعلقوا به الأمر والفاء الفئة الثالثة قالت إن العقيدة التي يتعلق بها الناس هو قانون القوة فالناس ضعفاء فاحتاجوا أن يتعلقوا بقوي فكل ما كبر في أعينهم أو على عنهم ولم تناله أنفسهم فعبدوا فلذلك عبد من عبد الكواكب كالشمس والقمر ومن غيرها ومن عبد النار ومن عبد السباع ومن عبد الأصنام التي تصورتها نفوسهم وعقائدهم وفطرتهم التي شوهت أما الصحيح من ذلك أن المرأة منا كل مخلوق ببني آدم يخلق ويوجد على الفطرة وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة في الحديث المشهور الذي لا فيه نزاع فأبواه يهودانه إذن الفطرة سليمة الفطرة هنا مقصود بها الإسلام ومقصود بها العقيدة العقيدة مقصود بها العقيدة التي نتكلم عنها الآن وهي الإسلام التي هي دين الله عز وجل على الأرض لكن العقيدة هل هي التوحيد أم هي أشمل من التوحيد طبعا العقيدة هي الميثاق ومقصود به التوحيد هي كلمة مختصرة يعني كلمة اختصال لك قلت لك هذا إصطلاح المتأخرين أم إصطلاح المتقدمين كمثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أطلق عليها الفقه الأكبر وكذلك في كلام المتقدمين من علماء الإسلام لم يذكر إلا الإيمان أو الإسلام أو الإحسان وهي ما يسمى بمراتب الدين وهي ما يسمى بمراتب الدين هذا الدين الذي يجمع هذه المراتب الثلاث هو هذه العقيدة التي يقصدها المتأخرون أما في المصطلح العام سواء كنا لا مشاحة في ذلك سواء كنا إيمانا سواء كنا توحيدا سواء كنا عقيدا المقصود منه ما هو هو إفراد الله عجل بالعبادة هل يشمل ذلك وينبغي من ذلك أركان الإيمان الستة إذا ما أدركها الإنسان كلها جملة هل هو يكون قد حقق عقيدته من جملة العقيدة نعم على وجه الإجمال أم ينبغي أن يكون هناك تفصيل هذا الإيمان الإجمالي يبقى هناك تفصيل هذا الإيمان الإيمان الذي يحكم لصاحبه بالظاهر أنه قد نجى أنه قد نجى وعصم دمه وماله وعرضه حتى لو لم يفقها التفاصيل في قضية مثلا الإيمان بالله بأسمائه وصفاته حتى لو لم يفقها إلا في ما لم يجحدها أو يزايد عليها أو يتوجه إلى غير الله عجل فيما أراده الله سبحانه وتعالى بعضهم يحكم عندما تفاصله في هذه الأمور فيتكلم عن الإيمان ودرجاته واركان يقول فلان يؤمن بالله أو الطائفة فلان تؤمن بالله عز وجل ونحن نشترك معه بهذا الإيمان لكن عند التفصيل فتجد الإيمان هذا بالله عز وجل مشوه ليس حقيقيا كما أراده الله تعالى عز وجل والله عز وجل عندما أراد منا تحقيق هذه العقيدة التي نتكلم عنها أرادها منا بوفق ما أراد الله عز وجل لا وفق ما نريد نحن بأهوائنا ومراداتنا فمراد الله عز وجل أعلى من أي مراد لكن اليوم المسلمون مقسمون إلى فرق وطوائف في تقرير مسائل العقيدة فمن أين نشأ هذا الخلاف إذا ما كان القرآن واحدا وإذا ما كان الله أراد للمسلمين أن يفهموا علاقتهم العقدية بالله سبحانه وتعالى فهما كما أخبرهم به لذلك مما دخلت عليهم من مصطلحات أجنبية تعلقوا بها كما هو حاصل اليوم فهذه الدراسات اليونانية والإغريقية والعلوم الأخرى التي وفدت استدعت المسلمين للرد أولا كما كانت ممن تصدى للرد لهؤلاء في دور الملاحدة وغيرهم في العصور تقريبا في القرن الثالث الهجري بدأت هذه العلوم الوافدة على المسلمين بنظريات يونانية إغريقية فيها فلسفة وإغراق في معنى المنطق فتصدى لها من تصدى يعني نسأل الله أن يعفو عنهم في هذا المجال ثم تطورت هذه العلوم إلى أن ترجمت ترجمت فأدخلت على المسلمين مصطلحات لا يفقهونها وبالتالي بدأ التنازع والاختلاف في هذا الباب في باب الأسماء والصفات لله تبارك جل وعلا كل ما يستدعي هذا مما ليس له حاجة المسلمون ولم تكلم عنه المتقدمون لا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من تبعهم رضوان الله عليه لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباعهم الكلام في مثل هذه المسائل مما استدعى النقص في حق الربوبية والألوهية من قبل العباد في تنازعهم بالأهواء والشهوات التي وردت عليهم والشبهات التي لم يستطيعوا وكانت كفيلة بصرفهم عن مراد الله تبارك جل وعلا هذا المقصود في تحريف العقيدة أو تشويها والإساءة إليها بناء على ما تفضلت به يعني عطفا على ما ذكرت دكتور إذا كانت العقيدة يعني أخذ الله سبحانه وتعالى الموثيق الغليظة على الناس بأن يعني يعبدوا الله وأن يعتقدوا به وفق ما أراده لهم أن يعتقدوا به يعني ما منزلة العقيدة في المجمل في الإسلام المنزلة التي تشغلها أستاذنا الفاضل من غير تقسيمات ولا يعني إطالة في هذا الباب بباب التتبع من كتاب الله عجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام خلصت إلى سبعة مراتب أولها تحقيق الميزان الأعلى وهو الإيمان والمعرفة بالله تبارك جل وعلا هذا باستقراء شخصي باستقراء شخصي معرفة الله عز وجل حق المعرفة بالله عز وجل وهذا يتضمن أن إذا عرفت الله عز وجل عرفت ما أمر به تبارك جل وعلا من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء يسل وهذا ما يسمى بأركان الإيمان كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا في الصحيحين هذا الأمر انتهينا منه هذا المقام الأول المقام الثاني وهو ما أطلقت عليه ميزان الإيمان ميزان الإيمان وهو الإخلاص وهو من الأصول التي ينبغي الإنساء للمرء المسلم أن يتعلمها و يتقنها كما ورد عن الإخلاص في عبادة الله في عبادة الله عز وجل وهو ميزان مهم جدا كما ورد عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى و كذلك السفيان الثوري يقول كنا نتعلم النية قبل العمل نتعلم النية قبل العمل هل تم ترتباطهم بين الإخلاص والعقيدة هنا؟ نعم وهو قضية أن النية إذا لم تتحقق بالإخلاص والصدق مع الله عز وجل لا يمكن أن تتم العقيدة لا يمكن أن تتم المعرفة بالله تباركه جل وعلا وهذا ما دعا الآن في ظهور وفشو هذا الفساد في عقائب الناس وتشويه الحقيقة التي أرادها الله عز وجل وهو قضية أنه عدم لم يحقق الإخلاص بذلك طيب لنمر على الصفات الأخرى نعم هذا الميزان الثاني أو الأصل الثاني الأصل الثالث وهو ما أسميته أس الإيمان وهو الصدق بعد أن يتحقق إخلاص ينبغي إنسان بل أنه واجب عليه أن يحقق الصدق أن يعبد الله عز وجل وكونوا مع الصادقين أطلق الله عز وجل وسماهم الصادقين عبادة بلا صدق وتوحيد بلا صدق لا يتم وهو المقصود بالصدق أن تثبت على مراد الله تبارك جل وعلا في مقام الشهوات والشبهات أن يثبت كما قال الله عز وجل لداود عليه السلام أن تزول الجبال ولا يزول المؤمن تزول الجبال ولا يزول وهذا في خطاب الله عز وجل لداود عليه السلام في الحوار الذي ذكر بين داود عليه السلام في الحديث القدسي أنه تزول الجبال ولا يزول هذا المؤمن راسق ثابت الميزان الثالث أو الميزان الرابع فصطاط الإيمان فصطاط الإيمان وهو اليقين أنه يدرك المؤمن منا كل ما أصابه هو من الله عز وجل وما أخطأه لم يكن إلى بتقدير الله جل وعلا وأن لا يتسرب شك إليه في ذلك هذا المهم أنه يقين يعبد الله عز وجل بيقين بلا شك بأدنى درجات الشك لا ترد على ذلك لأنه لا يتحقق له بذلك اليقين الميزان الخامس وهو روح الإيمان وهو مراقبة الله تبارك جل وعلا في السر والعن وهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قال نبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله يحفظك يعني راقبه في كل مكان في كل حال أن تعلم أن الله عز وجل يراك في كل حال فهذا معنى المراقبة هو الأصل الخامس الأصل السادس وهو عين الإيمان وهو التوكل وهو التوكل على الله عز وجل يعلم المؤمن على أن رزقه مرتبط به كما أن أجره مرتبط به لكن كل الناس يعني هي متوكلة على الله يعني تقول كل المسلمين الآن يقولون أنهم متوكلون على الله هذا كله إدعاء كما نحن نقول أننا مؤمنون كله إدعاء نحن نريد التحقيق من هذه المراتب الله عز وجل عندما أراد منا إقامة الصلاة لم يرى منا أداء الصلاة عندما أراد منا إقامة الصلاة نحن نؤدي الصلاة نعم نحن نؤدي نحن نسقط الفرض أراد الله عز وجل منا أداء الزكاة لا إخراجها أراد منها إداءة يعني تحقيق غاية الزكاة تحقيق وهي تطهير النفس ليس معنى الإخراج وهو إخراج المال وتخلص منه أراد الله عجل مننا الصيام قال لعلكم تتقون يعني تحقيق التقوة لما يقول الله عجل لعلكم تتقون أي أن الصيام يحقق لنا التقوى فإذا لم يحقق لنا التقوى معناته أنه لم يؤتى كما أراد الله تبارك يعني كما لو أنك هنا تشر إلى العبادات بمقاصد هذا بارك الله فيك وهذا مقصود الحياة أصلا طيب روح الحياة هذا هو وصلنا إلى المرتبة السابعة السابعة وهي ثمرة الإيمان بعد هذا كله الثمرة ما هو ثمرة الإيمان الرضا أن ترضى عن الله عز وجل إذا تحققت هذه كلها المراتب الست باقي أنك ترضى عن الله تبارك جل وعلا فهل يحقق المؤمن الرضا بعد تحقيق هذه المراتب لا يمكن أن تعرف الله عز وجل ثم ترتب هذه المراتب ولا ترضى عن الله عز وجل إذن هذه مصيبة كبرى للإنسان ولا يكون أحد على الأرض يمشي يحقق المراتب الست ولا يحقق المراتبة السابعة يعني هذه المراتب السابعة يعني كما لو أنك تختصر الدين مثلا كله في العقيدة هذا هو المقصود من هذا لذلك مراتب الدين ما الذي شوهها لا نعرف حقيقة الإسلام ولا حقيقة الإيمان ولا حقيقة الإحسان لا نعرفها لا ندرك ما فقه الإسلام وما هي العبادات المفروضة العبادات زكاة تسكية نفس ثم يترقى بهذه التسكية إلى درجة الإيمان أن تبدأ عنده الحقيقة التسع وتتضح معذرة دكتور في مسألة التسكية دخلنا هنا على الجانب الأخلاقي الذي أفضل أن نرحله إلى بعد قليل لكن قبل ذلك إذا كانت العقيدة تنطوي على هذا القدر الكبير من الأهمية في الإسلام لو تحدثنا عن المنهج القرآني في بناء العقيدة عند المسلم كيف يتجسد عندما بعث الله عز وجل نختم بذلك البعثة المحمدية وهذا هو مقصد كل الرسالات التي أرسالها الله عز وجل الله عز وجل خلق الناس لما خلقهم الله عز وجل خلقهم متساوين خلقهم متساوين تبارك جل وعلا من لدون آدم عليه السلام إلى نوح عشرة قرون عشرة قرون هم الناس كما هم لم يتبدل ولم يتغير قبل بعثة نوح عليه السلام بدأت الناس تبدل وتغير وتتجه إلى غير ما قد أراد الله عز وجل منهم وما خلقهم الله من أجله وبدأت الفطرة تتشوه بدأت الفطرة تتشوه فالله عز وجل بعث النبيين مبشرين ومنذرين لما بعثهم الله عز وجل بالنذارة والبشارة للتغيير وإلا فالله عز وجل خلق الناس بالتساوي خلقهم بتساوي المقصود بذلك على الفطرة التي كما يقول ابن عباس خلقهم على الفطرة التي أوجدهم الله عز وجل عليه لم يعبدوا إلا الله ولم يتجهوا إلا إلى الله تبارك جل لم تتغير فطرتهم ولا تنتكس قبل بعثة نوح عليه السلام ما استدعى بعثة نوح عليه السلام هو تشويه هذه الفطرة فتشويه هذه الفطرة فلما توالت الرسل والنذر والكتب التي أنزلها الله عز وجل على بني آدم بسبب تشويهين وهذا ما جعل الملائكة عليهم السلام يقولون لربنا تبارك جل وعلا إذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح حمدك ونقدس لك لعلم الملائكة السابق من خلق الله عز وجل أن الجنس الذي يخلق على الأرض يعيث فسادا يعيث فسادا فلما خلقهم الله عز وجل من لدون آدم عليه السلام إلى بعثة نوح عليه السلام لم يتغيروا قال إني أعلم ما لا تعلم فلم يتغيروا بقيت فطرتهم سليمة فاستدعى ذلك أن يبعث الله رسلا وينزل كتبا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثة النبي بعد رفع عيسى عليه السلام إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس صفاءة 510 أعوام تقريبا تقريبا وأكثر كانت الناس صفاءة وكانوا على الملة الحنيفية منهم زيد بن عمر بن نفيد رحمه الله تعالى وأكثم بن صيفي وسحبان بن وائل ورق بن نوفل وجمع من الناس من هؤلاء كانوا على الملة الحنيفية التي لم تتغير فكان زيد بن عمرو بن نفير رحمه الله تعالى عندما كان يمشي في الأسواق ويرى هذه العقيدة قد شوهت وأول من شواها عمرو بن نحي الضمة الخزاعي الذي أحضر الأصنم من الشام هذه الفترة لم يبعث نبي الستمائة السنة أو ستة قرون لم يبعث نبي بعد رفع عيسى عليه السلام وإنما كانوا مصلحون كان منهم من هاء أولاء الذين كانوا يذكرون الناس بالله عزيزيز بالمنلة الحنيفية ومنلة إبراهيم عليه السلام لذلك الله عز وجل ذكر عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا أي مائلا بالفطرة إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى مائلا عن الشرك حنيفا أنه مائلا عن الشرك عليه السلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهم الله تبارك جل وعلا وكانت جاهلية جهلا العرب كانوا متوزعون وإن كانوا التفوا حول قريش لكن كان لكل منهم صنما يعبدونه حتى أنه يذكر أبن عباس رضي الله عنه يقول في سورة نوح قال يعني ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر هذه الخمسة الأصلام بعد يعني بعد بعثة نوح عليه السلام هذه الأصلام مع تطاول الزمن انتشرت في جزيرة العربية فكانت ود كانت ود في تقريبا لبنيتين في شمال جزيرة العربية ثم لبني وسواع كذلك كان لهذيل ويغوث ويعوق انتشرت في جزيرة العربية هذه الأصنام دلالة على أن على أن الشركة أصبح ظاهرة عامة بين الناس وانحراف العقيدة فيه لكن معذرة شيخ قبل أن نذهب إلى الفاصل المنهجية التي تباها القرآن في بناء العقيدة عند المسلمين هل ركز مثلا على قضية الفطرة أم ركز على قضية العقل أم على قضية الإبلاغ والتلقين هل تمت منهج قرآني واضح في ترسيخ العقيدة عند المسلم الله عز جل نادى الناس بفطرتهم التي قد خلقوا عليها ووجدوا عليها ولكن حثهم على تدبر العقل بذلك إذا قال أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أم لهم قلوب لا يعقلون بها فالله عز وجل نبه الناس على أن هذه قضية مهمة في إدراكها وهي ما يرونه من آثارها من آثار هذا الخلق أن هذه الآثارة هي موجودة على وجه الأرض من الذي صنعهم الذي قدرها لذلك جعفر الصادق رحمه الله تعالى أتاه رجل فقال يسأله عن الله عز وجل قال هل يوما ركبت البحر قال نعم قال وهاج بك البحر قال نعم قال واطمأنت نفسك على أن هناك مخلص لكم قال نعم قال هو الله قال هو الله لذلك لما سمع ذلك الحكيم رجلا قال قد أتى بألف دليل على وجود الله قال ذاك رجل مريض عنده ألف شبهة فاستدعاه إلى أن يبحث عن وجود الله عجل بألف دليل عنده ألف شبهة وإلا في ذلك بقانون النظر والعقل وقانون الفطر الذي يسبق هذا لا يحتاج هذا إلى استدلال لأن الله عز وجل قد جعل لنا ما نستدل به على وجوده تبارك جل وعلا من أولا من استقامة الفطرة التي نحن عليها وثانيا من خلق الله عجل الذي آثاره تدل عليه تبارك جل وعلا وربما هذه الفطرة تمثلها المرأة العجوز التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت هو في السماء قال آمنت المرأة ربما في هذه البساطة والفطرة البسيطة تتجلى ما لدينا المزيد ولكن نذب لا فاصل مشاهدين الكرام لدينا المزيد من الحديث ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا في الحديث عن العلاقة بين العقيدة والأخلاق والحديث دائما مع الدكتور وحيب عبد الرحمن خوج مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أهلا وسهلا مرحبا سهلا لو الآن ندلف إلى صلب الموضوع ما هي العلاقة بين العقيدة والأخلاق هل العلاقة بينهما هي علاقة تبعية بمعنى أن تتأثر إحداهما بالأخرى أم علاقة أسبقية إذا صح التعبير بأن وجود أحدهما العقيدة شرط لازم لوجود الأخلاق أو بالعكس يجعلني أنا أستدين بقول العقاد في الكتابي قال في الطبع الإنساني جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام فالإنسان بطبعه أصلا هو جائع إلى العقيدة يرتبط بها مرتبط بها وجود الأخلاق كتبعية أو كأسبقية للعقيدة هذا يحتاج إلى يعني تعريف الفواصل في هذا الأمر ولكن الحقيقة أن العرب والشرق والغرب الآن والعرب قبل الإسلام قد وجدت لهم أخلاق وأخلاق فاضلة لما جاء الإسلام زكاه ويوجد الآن وكان عندهم العقيدة أيضا نعم بغض النظر عن طبيعة هذه العقيدة ولكن هنا السؤال الجدلي هو حالية الناس إلى هذه العقيدة نعم هنا هنا العلاقة الجدلية التي ربما تحتاج إلى تمحيص العلاقة بين العقيدة والأخلاق أيهما يتبع الآخر أيهما شرط لازم لوجود الآخر بمعنى أن الآخر ينبني على الآخر الأخلاق تزكيها وتكملها العقيدة والإيمان إذن هي أسبق من العقيدة نعم الأخلاق وأسبق من العقيدة لأن الله عزيزي لما خلق الناس خلقهم بتركيبة بشرية تركيبة البشرية تستدعي وتستوجب أنه يعيش أنه يأكل أنه يشرب أنه ينام أنه يتعاشر مع الناس أنه يتواصل بقانون قد يفرضه القانون البشري لكن أرجو المعذرة دكتور يعني هنا حتى يتحرر المعنى أكثر أوليس الإنسان في الحديث النبوي يولد على الفطرة وقررنا قبل قليل بأن الفطرة هي الإسلام وهي العقيدة إذن هي تولد مع الإنسان يعني قبل الأخلاق لأن الأخلاق تأتي بالاكتساب والممارسة أو أنها تكون فطرة أن الأخلاق تكون فطرة قد يخلق إنسان يوجد كريما وقد يكتسب الكرم لكن ليس اكتسابه كخلقتي تجد الخلقة التي يوجد عليها الإنسان كريما أو شجاعا وكذلك الشجاعة وكذلك غيرها قد يكتسب وقد يوجد وفي الأصل أنها توجد مع خلق الإنسان وقد يوجد إنسان جبانا فمن الصعوبة بإمكان أن يتخلص من هذا وكذلك يوجد إنسان بخيلة فمن الصعوبة بإمكان أن يكتسب الكرم طيب كيف تحرر العلاقة بين العقيدة والأخلاق؟ إذن ما الذي يزكي هذا أو يخلصه منه هو الإيمان أو هو العقيدة فإما أن تكون هناك علاقة تكامل أو علاقة التلازم علاقة التلازم مع الإنسان السوي مع الإنسان السوي الذي لم تتشوه فطرته أما الذي قد تشوهت فطرته فيحتاج إلى علاقة تكاملية أنه تنهض به تقوم بأخلاقه كما كانت أخلاق العرب أخلاق العرب عندهم أخلاق كثيرة جدا فاضلة جاء الإسلام لم يبدلها ولم ينصرف عنها بل حافظ عليها وذكرها بما قد أثنى عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام فذكر على أن هناك من الناس خيار وإن قد تشوهت فطرتهم أو تشوهت عقائدهم فلذلك هناك علاقة إما تكون علاقة التلازم أو علاقة التكامل يكمل هذا يكمل الأخلاق العقيدة وعلاقة التلازم أنه يلزم من الأخلاق التي لم تتشوه فطرتها أن تكون هناك عقيدة سليمة تنهض بها وتقوم بها وتعبدها هذا المقصود من هذا إذا كانت الأخلاق تولد مع الإنسان كما تفضلت قبل قليل تكون بذلك الأخلاق طبعية هي مطبوعة في الإنسان أن العقيدة أن تغير في شيء طبعه الله عليه في الإنسان شيئا طبعه الله عليه طبعا إذا الإنسان طبع على وصف جاءت العقيدة بالنهي عنه كما قد ذكرنا من الجبن والبخل وغيرها وهذا قد يكون وصف في الإنسان يصعب التخلص منه إلا بتسكية النفس يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهان عن أمور كثيرة منها مثلا على سبيل المثال نهان عن الجدال وفلان من الناس طبعه حب الجدال وحب المراء وحب الملاحاة فإذا لم تطوعه العقيدة إلى التخلص من هذا الداء إذا لم تطوعه العقيدة إلى التخلص من هذا الداء فيبقى مركبه مركب خطأ ونقص فيه وكذلك الكذب وقد نهان الإسلام عن الكذب وقد يكون فلان من الناس قد تركب به هذا الداء وجاءت الشريعة والعقيدة للنهي عن هذا الأمر وكذلك الرياء وغيره من هذه الأدواء التي تتلبس بالإنسان فتاءت الشريعة والعقيدة لصدها والنهي عنها أما تزكية الأعمال التي هي في الإنسان إنسان يولد فيه وصف أو خصرة من الخصال الفاضلة وهي مثلا كالكرم أو كالشجاعة أو الإقدام أو كالبسالة وغيرها فيأتي الإسلام أو يأتي العقيدة الصحيحة والموافقة للفطرة لأن أصلا هذه الأخلاق هي موافقة للفطرة فكلاهم متلازم لا يوجد خلق مفاضل بلا عقيدة سليمة ولا يمكن أن توجد أخلاق نهت عنها العقيدة فتوافقها وتسلم بها ينبغى أن تحاربها هذا يقودني إلى سؤالك عن الظاهرة التي تنتشر الآن في العالم الإسلامي ترى كثيرا من المسلمين يحققون جناب التوحيد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وترى هم يتعمقون في هذا ومن ولاء وبراء إلى آخره لكن مع ذلك ترى عند كثير منهم التلفيق أحيانا التدليس أحيانا الكذب ربما لا يكونوا على وجه الإطلاق لكن هذه الظواهر موجودة ما التفسير الشرعي لتحقيق التوحيد والعقيدة التي جاءت من ضمن مقاصدها لتحسين الأخلاق وللدعوة إلى مكارم الأخلاق ولإتمامها ثم يحقق التوحيد والعقيدة ثم تراه مقصرا في جانب الأخلاق هل ثم تتفسيرا شرعي لهذا؟ هناك قد يكون هذا من باب السقوط من باب السقوط والإخفاق في فهم الإسلام ككتلة منسجمة بعضها مع بعض بشرائحها وطبقاتها وإتلافها وقد تكون تكثر عند بعض الناس المبررات لكسب المواقف وهذا من حضوب النفس التي نهى الله عز وجل عنها ونهانا عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما قانون الجدلية التي يقوم بين الناس في كسب المواقف وترشيحي لا سيما الآن عندما انتشرت الأحزاب وانتشرت الولاءات والانتماءات بمجيبها اتسعت دائرة المبررات لدى الناس أو لدى هذه الفئات التي نتكلم عنها صحيح أن كثيرا من الناس قد عملت على تحقيق بعض الموافقات الشرعية التي نصت عليها العقيدة ودعت إليها من أخلاق فاضلة وسامية لكن عند وجود أو تعارض الحظوظ أو تعارض المصالح وكسبها وتأرجح داعي العقيدة مع حظوظ النفس فتجد النفس تنزع بالهوى إلى منزعها الذي يخفق فيه جانب العقيدة ويرتفع فيه جانب التسليم للمبررات التي ترضاها النفس فهذه الإشكالات هي سقوط وإخفاق في قضية تعاطي المبررات نعم في سياق العلاقة بين العقيدة والأخلاق كيف يمكن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أخلاقا نعم كيف يمكن فهم هذا الحديث دائرة الخلاق دائرة واسعة جدا كل فضيلة دعت إليها الفطرة فهي فضيلة وفقتها الشريعة ووفقتها العقيدة لأن ارتباطها بها أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا نقصد به أنه إذا حدث الناس لم يكذبهم وإذا عاملهم أو اعتمنوا لم يخنهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سباب المسلم فسوق وقتاله كفر المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم من ائتمنه الناس على أموالهم وأعراضهم هذا هو المؤمن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهذا هو تحقيق هذه المواصفات بهذه الأخلاق عند ذلك تحقق لك كمال الإيمان فيكون أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا أحسنهم خلقا هو وصف إطلاق وصف إطلاق على أن أكمل الناس إيمانا وإن لذلك أن يقول سفيان الثورة محمد الله تعالى قال لأن يصحبني رجل عابد سيء الخلق لأن يصحبني رجل فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن أصحبني رجل عابد سيء الخلق لأن ذلك عبادته له وذاك فجوره عليه أما خلقه متعدي ذلك ورده في الأثر عند أحمد وغيره أن حسن الخلق يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد وأن سوء الخلق يفسد الحسنات كما يفسد الخل العسلا وهذا ما نلحظه الآن أنا ماذا أفعل بك وأنت عابد مخلص صادق مع نفسك وصادق مع الله ونحسبك كذلك ولكن أفعالك تدل على غير ذلك لا يأتمنك الناس على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على حرماتهم ولا يمكن للناس أن تثق في معاملتهم معك وأنت تظن من نفسك ألا أنك قد استوفيت شروط العبادة والطاعة ولزوم المحراب وغيرها من هذه الأمور لكن المراد غير هذا من الله تبارك جل وعلا المراد من الله تبارك ومراد الله عجل من عبادي غير هذا وهو قضية أن يصل نفعك إلى الناس متعديا بالخير الذي أراده الله عجل تحقيقا توافقا تسامي مع الإيمان الذي فرضه الله علينا طيب هذا يقودنا للسؤال هل نقص الأخلاق أو سوء الأخلاق هو يقدح في العقيدة بمعنى أنه يعني هناك قد حم في الإيمان في إيمان العبد نفسه نقص نقص هذا ما ذكره الله نبيه عليه الصلاة والسلام ذكر سباب المسلم مجرد سباب المسلم فسوق يعتبر من درجات الفصق وقتاله قد يفضي إلى الكفر ولا نتكلم في موضوع الكفر ما المراد به لكنه يفضي قد يفضي إلى الكفر وهو معنا القتال وهو السباب المقصود به تعاطي اللسان ما لا يجوزه الإسلام من القدح والقدف والغيبة والنميمة والأمر هذا الذي لا يرفضه الإسلام رفضا باتا وتنكره العقيدة أصلا أن الإنسان يكون لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللعانون لا يكون شفعاء يوم القيامة وذكرت السيدة عائشة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يكون المسلم تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق ولا صخابا في الأسواق أي لم يكن حتى يرفع صوته عليه الصلاة والسلام دلال على أن هذا نقص في الخلق بما يؤثر في جناب العقيدة و هذا ما ننحظه الآن من المسلمين بوقوع بعضهم في بعض بأدنى سبب و الانتصار للنفس لذلك في حديث المرأة من العازل و أن تنصف الناس من نفسك و هذا عزيز جدا أن ينصف الناس من نفسه كيف يكون ذلك؟ و هو رد المظالم و القيام بالحق و على الاعتراف بالخطأ إذا كان هناك خطأ و إذا الإنسان بدر منه ما يوجب الحق فيسلم به ابن حزم رحمه الله تعالى تجادل مع أحدهما مع أحد الخصوم فكانت المجادلة عريضة فانتصر ابن حزم رحمه الله تعالى بقانون الجدلية التي يملكها ابن حزم و بقوة العلم الذي يملكه ابن حزم على خصمه ثم لما انصرف فراجع المسألة فوجد الحق مع خصمه فذهب إليه و أراد أن يعقد محفلا آخر و قال أسلم للرجل بالمقد قال 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 لذلك المسألة ليست بالهيين و هذا فيها تذويب حضوظ النفس الإمام الشافع رحمه الله تعالى عندما تجادل مع أحد خصومه أو مع أحد تلاميذه فلما انصرف الإمام الشافع ثم أخذ بيده قال يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا فدائرة الخلاف لا تذويب أخوة ولا يمكن أن تهضم حقوق الناس فيها الخلاف يبقى لوجهات النظر التي تتعدد لكن ليس ذلك بالضروري أنه يؤثر في صحة الأخوة لكن دكتور و هيب هنا نقطة مهمة اسقطنا على واقع المسلمين هل سوء الخلق إذا دب في أمة هل هو مجلبة للعذاب هل يكون مجلبة للعذاب أم ليس بالضرورة هذا يعني أنت قد ذكرته وأجبت عليه هو مجلبة للنقمة الله تبارك جل وعلا الله عز وجل يحب معالي الأموم يكره سفاسفها فالله عز وجل يحب من أن تكون الأمة تظهر بالخير والبركة فيما بينها ويشيع فيما بينها الوئام والود والألفة والفضيلة والخلق الحسن الذي ندب إليه الله عز وجل وندب إليه نبيه عليه الصلاة والسلام فلما يشيع في الناس سوء الخلق يعني الله عز وجل أخذ قوم شعيب عليهم السلام لأنهم كانوا يطففون في المكيال فأخذهم الله تبارك جل وعلا أخذ قوم لوط عندما شاعت فيهم الفاحشة أخذ الله عز وجل قوم ثمود عندما عقروا ناقة لأن هذه الجريمة وهذه المعصية إن كانت يعني هي وليدة سوء خلق ولا يمكن أن تكون إلا وليدة سوء خلق فبالتالي هي نقمة سبب نقمة من الله عجل أنها معصية وكل سوء الخلق هو معصية هو ذنب يحدثه الإنسان سوء الخلق في ذاته معصية في ذاته معصية نعم في ذاته معصية وإن كان اكتساباً أو كان طبعاً يعني فلان من الناس أو أنه طبعاً هنا لماذا يكون معصية يؤخذ بما ليس له طاقة به لأنه ليس اكتساباً وإنما هو طبعاً مأمور بمقاومته هو مأمور بمقاومته لكن هذا رحنا بالقدرة على ذلك نعم لكن إلا أن يكون في الأصل قد نهت عنه الشريعة وما لا أن الإنسان طاقة إلا بأن مثلاً على سبيل المثال الجبن الجبن مذمة في الإنسان لكن لا طاقة لي بمقاومته ولا طاقة لي بخوض الحروب أو بغيرها أو مواجهة الناس أنا لا طاقة لي بذلك ولا قدرت لي على الحروب فقد يكون أنصرف إلى مجال آخر وقد عملت وصعي في دفع هذه الخصول لم أستطع لكن أنا في يداء من الكذب أو داء من الهانية والاستئثار بأموال الناس واجب علي أن أقاوم هذا لأن هذا أصل من الخصال التي نهى الله عزيزي عنه ويهى مثلبة في حق المسلم ويترتب على ذلك فساد مجتمعي فساد مجتمعي نعم طبعاً حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكملكم إيماناً أحسنكم أخلاقاً هذا قد يعني يقود السامع هذه تسكية نعم قد يقود السامع إلى السؤال عن التفاوت ضابط التفاوت بين المؤمنين في ميزان الأخلاق لماذا هذا المؤمنون أحسن أخلاقاً من ذاك المؤمن علماً أن كلاهما يحققوا جناب التوحيد ما الضابط في التفاوت هنا طبعاً كمال الإيمان بما قد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق كل ما زاد عليك في خلقه زاد عليك في مرتبة إيمانه وهذا ما قد ربطه النبي عليه الصلاة والسلام وعلق به الأمر كل ما فضل عنك تستطيع أن تقيس هذا الأمر وإن كان هذا الأمر معنوياً تستطيع أن تقيسه بالذكر الذي ورد بالذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم مئة مرة طبعاً كتب له مئة حسن ورفعت له مئة درجة وحط الله عنه مئة خطيئة ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل زاد على ذلك رجل زاد على ذلك فهؤنا زيادة حسية هناك في الأخلاق زيادة معنوية كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بتعاطي المجتمع معه بتعاطي المجتمع وشهادة الناس له أنه يشهد لفلان أن فلاناً حسن خلقه أو بما قد يعني فلان آمن من فلان فلان أصدق من فلان هذا بشهادة الناس له طبعاً لو كان الناس الذين مثلاً إذا كان هناك بين المسلمين رجل مثلاً يذكروا بحسن الخلق أو يذكروا بسوء لكن الذين يقدحون فيه أو الذين يسنون عليه يقرضونهم ليسوا على درجة من الطاعة هل هذا أيضاً يعتبر دليل؟ أستاذنا الكريم هذا في فساد آخر الزمان وهذا الذي نحن فيه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث سنون خداعة بين يدي الدجال تخدع الناس وأظن هذه السنون قد مضت سنون كثيرة يعني ثلاث سنون خداعة بين يدي الدجال يعني منها ذكر العلامات التي تدول عليها يصدق الكاذب يكذب الصادق يخون الأمين يؤتمن الخائن وأشهر من هذا كله يتكلم روياً إذن ليس بالضرورة أن يكون الناس إذا ما كان الإنسان مشهوراً بحسن الخلق بين الناس ليس بالضرورة أن يكون على حق وعلى صواب ليس ذلك بالدلوء في هذا الزمان لا سيما في فساد لأن المصالح تحكم الناس وقد تكلمنا عن ذلك قبل قليل موضوع المواءمة في موضوع الإنسان ومصالحه وكثرة المبررات التي يقديمها الناس وقد يمتاز بالعقيدة والسليمة وقد يمتاز بالصدق في التعامل مع الله عجل واليقين وتحقيق المراتب لكن تأتي في باب شواهد ما يدل على خلاف ذلك وقدتني مرة أخرى للسؤال هذا عن وسائل اكتساب الأخلاق دكتور كيف تكتسب الأخلاق عند المسلم إذا ما تعب على نفسه وحقق العقيدة عقيدة التوحيد لكنه ما زال مقصرا في مسألة الأخلاق كيف تكتسب الأخلاق وهذا ما نقصر فيه جميعا ويقصر فيه أولا النخبة في المجتمع وأقصد بالنخبة ممن يتعلم منه الناس وقد تصدروا للناس وهو قضية مسألة تزكية النفس وتزكية أعمال القلوب الأخلاق مرتبطة بأعمال القلوب ولذلك محط النظر لله تبارك جل وعلا هو القلب وهو الكعبة التي يطوف حولها المؤمن وهو القلب والمقصود بذلك أن ميزان الأخلاق ما يكون في القلب لأن أعضاء الأعضاء هي ترجمان هذا القلب فما كان في القلب لا يمكن أن تتكلفه الأعضاء بخلافه الإنسان إذا كان متواضعا فتجد الأعضاء تليل للناس يعني الله سبحانه وتعالى قال وقد أفلح من زكاها كيف يزكي الإنسان نفسه وهو يعني يزكيها بما هو قد طالعه في كتاب الله عجل وحققه من كلام الله تبارك جل وعلا بالدربة على ذلك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يكون هذا إلا أصلا بالتدرج في هذا الأمر والتعلم وتزكية النفس فيها بقضية الإنسان يذوب حظه منها يعني أنا أردت أن أتعلم قرأته في كتاب الله عجل قد أفلح من زكاها ما المقصود بالتزكية هنا على أني لا أنظر إلى حظ نفسي مع إخوان المؤمنين لذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إذا ذللت للكافر وعززت على المسلم فأنا عندي مشكلة إذا خاصمت في الفجورة فأنا عندي إشكال فجرت في الخصومة أنا عندي مشكلة إذا كذبت في الحديث خنت في الأمانة غدرت في العهد هذه كله عندي إشكالية يجب أن أتعالج منها إذا كانت الخصال التي أنا ألحظها وأقرأها وأتعلمها من اليقين والرضى والثبات والصدق والإقلاص والفلاح والتوكل ومع ذلك لم أحققها عند التماس مع الأحداث معناته هناك خلل في تعاطية العلم وفي تعاطية العقيدة كذلك اليوم دكتور في واقع المسلمين المسلمون حقيقة فيما يسمى الصحوة الإسلامية كثير من المسلمين عادوا إلى المساجد المساجد ملأ بالمصلين والعبادات بفضل الله سبحانه وتعالى والعبادات تؤدى والحج أراضي المقدسة تمتلئ لكن مع ذلك ثمت إشكالية حقيقة في التعاملات بين الناس ترى الغيبة ترى النميمة ترى الكيدة لبعضهم المسلمون يكيدون لبعضهم بعضا وهكذا هذا منه كثير هل المشكلة هنا في أخلاق المسلمين أم في العقيدة أين المشكلة بالضبط أن هذه العبادات لم تزكيهم ذلك ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي الرهط من الناس وفي رواية يصلي الخمسون من الناس لا ترفع لأحدهم صلاة وفي أخرى لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم لماذا لا ترفع لأحدهم صلاة لأن الصلاة لم تعمل عملها في تزكية نفوسهم لم تعمل إنما هي فقط آداة ليست إقامة إنما هي آداة ليست إقامة وكذلك قس على كثير من العبادات هذا جانب خطير دكتور يعني كما هي زيادة الأرصيدة التي نفرح بها في البنوك ونغتر بها فكذلك هي زيادة العبادات التي نفرح بها ونغتر بها وقد لم يكن لها نفعل لأن الله عزل أعلم بتحقيق المصالح من هذه العبادات والطاعات وإلا لم نفرضها الله تبارك جل وعلا علينا لذا ورد في الحديث الصحيح أن من المسلمين من يصلي ليس له من صلاته إلا عشرها إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنا حتى بعضهم يعني من تلف الصلاة لف الثوب ويضرب بها وجهه فدلال على هناك تفاوت في هذا الأمر في تحقيق مراد الصلاة مناط هذا الأمر على طبيعة الصلاة أم على الأخلاق التي تتبع إنعكاسها ومقاصدها ما تحقيقه من مقاصد ليس أنا حققت شروطها وأركانها ما أراده الله قد تقبل الصلاة وقد تجزي أنا لا أطالبك بعادة الصلاة لأنها أجزأت بتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها وقد أديتها من أفضل ما يكون لكن انعكاساتها العملية لم تتحق في التعامل مع الناس يعني كما يقول بعضهم قال ظلمني أحدهم فدخلت المسجد لأدعو عليه فوجدت في الصف الأول المسجد فما طاقت نفسه أن يدعو علي لا ليس كذلك من ظلمني وقد أكل مالي وجدت في الصف الأول سبقني إلى الصلاة وهذه مشكلة حقيقة فهي الإشكالية ليس ما قصود بها أداء العبادة العبادة ينبغي أن تكون بترجمان القرآن والسنة ليس بترجمان أنا وليس بفهم أنا وإنما بترجمان القرآن والسنة وربما الصحابة هم أكثر الناس اقترابا من مقاصد الصلاة وتحقيقا للأخلاق العامة وبذلك عزوا أليس كذلك؟ بلى وقد سادوا الدنيا عرفوا من مقصود أصلا من كلام الله عز جل ووقفوا عندهم يعني عندما بن عمر في الحديث الصحيح عندما يذكر يقول كنا نتعلم الآية من السورة فلا نتجاوزها فلا نتجاوزها حتى نعلم كثير حديث ابن مسعود نعلم فقها وعلمها وما الذي جعل الصحابة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة يحفظون البقرة في ثمان سنوات وهم لديهم القدرة بحافظتهم وهم العرب الأقحاح بفهمهم ومرادهم ما دل على أن هناك خفايا وأسرار في سور القرآن وفي آياته وفي ثنايها يعني يمكن أن تغيبوا عنها حتى تقوموا الساعة طب لأنه ذلك حتى تقوموا الساعة نعم دكتور الإسلام في كثير من نصوصه دعا إلى مكارم الأخلاق وحث عليها ورغب الناس بها وراهبهم من هجرانها والزهد فيها ما مقاصد مكارم الأخلاق في الإسلام أستاذنا الفاضل الأخلاق ميزان ميزان الإيمان يقاس العبد بميزان أخلاقه ودرجة إيمان تقاس بأخلاقه الأخلاق إذا استطاع الإنسان أن يقيمها يعني برنامج عمل ويتحدث بها ويتكلم بها ويعمل بها عند ذلك يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في إصلاح المجتمعات يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا إذا مقصد إصلاح المجتمعات نعم إذا كان هو ممكن له أن يحمل هذا البرنامج وهذا الهم ليشيع به المقاصد الشرعية والعقدية من الأخلاق التي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليست الموضوع موضوع نظريات وليس الموضوع موضوع قضية أن نحمل كم من هائلا من أقوال العلماء وغيرهم في تعريف الأخلاق وفي غيرها الأخلاق عرفت تعريفا كثيرا و سارت بها الركمان و دونت بها الكتب هذا عند المسلمين لكن في الغرب لم تحسم حتى الآن القضية نعم لم تعرف الأخلاق بعد طبعا لأننا صلا يغيبوا المعنى العقدي منها و جوهروا العقيدة فيها لكن نحن الحمد لله تعالى أننا نحمل جوهر عقيدة هو الذي يدفع هذه الأخلاق إلى السمو و إلى التسامي في هذا دكتور ذكرت نقطة مهمة أن من مقاصد مكارم الأخلاق هي صلاح المجتمع هل هذا هو المقصد الأكبر أم ثمة مقاصد أخرى تنافس هذا المقصد؟ إذا صلح المجتمع عند ذلك شاع الأمن والطمأنينة والكرم والجود و سمو الأخلاق إذا صلح المجتمع أنت ما الذي تريده من بيتك إلا أن يصلح أولاده كيف صلاحهم؟ صلاحهم أن تستقيم أخلاقهم و أن تأمن جانبهم و كذلك و لا تتعطل وظائفهم التي أمرنا الله عز وجل بها كذلك المجتمع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمنوا من لا يأمن جاره بوائقه عندما جارك لا يأمن بوائقك هنا هذا سبب خلل قد حصل و لا يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام نفع عنه صفة الإيمان عندما جاري لا يأمن بوائقي لا يؤمن من يؤذي جاره لا يؤمن من يؤذي المسلمين لكن هل التحلي بمكارم الأخلاق قضية بمتناول يد أم قضية صعبة و ينبغي أن يجاهد الإنسان من أجلها عندما جاهل الناس و شاع فيهم الجهل و تعاطيه لذلك ما الذي جعل الناس تنصرف إلى علوم أخرى يعني على سبيل المثال علوم الطريقة و غيرها و السلوك أنا أقول ما ادعي لها و نحن العلم الشريعة بين أيدينا إلا أنهم ثقلوا علينا العلم فلما ثقلت عن الناس الأخلاق الفاضلة كانت أدعى إلى طباع الأرضية و الطباع الشيطانية فاتبعوها و سلكوها لأنها أسهلوا إلى مرادهم و أسهلوا إلى مبتغاهم نعم بقي عندنا دقيقتان من وقت البرنامج أريد أن أسألك أن تتفضل بذكري و القول عن ما لم يرد على لسانك في موضوع الحلقة بدقيقتين ما طرحته يعني وتفضلت به جنابك في إثارة هذا الموضوع في هذه الحلقة هو أمر أمر يرتبط بهوية المسلم و ذاتيته و بكينونة البشرية التي من أجلها الله عز وجل خلق البشر نحن مؤتمنون على البشرية جمعاء و نحن رسل نحمل مش على هدى للناس و نور يصطدأ به و لذلك ما ذكرت من قبل أقول كلمة و إن كانت هي أعجبتني للفيلسوف اليوناني ديوجين الكلبي عندما رؤيا يحمل مصباحا و يمشي به في ضياء النهار قالوا له ما تعمل و أنت في ضوء النهار تعمل مصباحا قال أفتش عن الإنسان فنحن في حاجة كبيرة جدة إلى اكتشاف هذا الإنسان كل الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليه يحتاجون إلى من يخلصهم من هذه العلائق التي قد تعلق بها و هي علائق المرض التي قد اكتسبوها من الشيطان و جنوده اكتسبوها من الشيطان و جنوده فنحن رسل هدى نحمل هذه المشاعل نفتش عن الإنسان الذي حملنا الله عز وجل هداية البشر لأننا نحمل ميراثا غسل و ميراث نبينا عليه الصلاة و السلام و سيسألنا الله عز وجل عندما يوقفنا بين يديه و وقفوهم إنهم مسؤولون ينبغي على العلماء و من دونهم أن يحملوا هذه المسؤولية و الهم لهداية البشرية تمثلا بأن يقيموا الأخلاق في أنفسهم و ليحرصوا كل الحرص كما يخاف في بيوتهم أن يرى زوجاتهم و أبناؤهم بل لأنه مما نخشى أن يرانا أبناؤنا و زوجاتنا أن نكون على غير ما قد نحب أن يرون فيه فكذلك المجتمع هم في حاجة أن يرون أن يروا منا كل فضيلة و خير أشكرك و لا أفضفوك دكتور وحيب على ما فط به في هذه الحلقة و أتوجه بالشكر في ختام هذه الحلقة مشاهدين الفاضلين إلى ضيفنا المفضل الدكتور وحيب عبد الرحمن خوج أستاذ العقيدة كل الشكر لكم على حسن المتابعة نلقاكم في حديث مقاصدي مقبل بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة